اشتركوا في القناة صباح الخير يا نيفين صباح الخير يا رني النهاردة هنتكلم في موضوع الحسد والحسد قد ايه بيفرق في حياتنا هل بيسيطر على حياتنا قد ايه الحسد يا نيفين يعني مهم اوقات بيأثر فعلا على حياتنا بيأثر ازاي بس يا خليل اول اصبح على مشاهدين مشاهدين قناة الصحة والجمال صباح التفاؤل والسعادة قبل ما نبدأ موضوعنا حابة اتكلم اقول حكاية كده صغيرة وهي عن مثل او اساس مقولة العين فلقت الحجر دايما بنسمع الناس بتقول العين فلقت الحجر فيترى ايه الحكاية بتاعة المقولة دي او المثل ده الحكاية هي كانت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بدأت كان فيه ستة عينها ويحشة اوي وكانت الناس كلها بتخاف منها هي بتحسد اوي فكانوا بيخافوا منها وفي يوم الايام هي زارت النبي عليه الصلاة والسلام وكان سيدنا الحسن والحسين لسه صغيرين كانوا اطفال ردة وبعد شوية طبعا الرسول قرر انه هو يغطيهم يعني يستبدلهم بحجر ويغطيهم بالحجر دوت على انهم هما فهي دخلت وبصت كده طبعا بعينها على الغاطة دوت وطبعا اعتقادا منها انهما الحسن والحسين بعد ما مشيت على طول اكتشفوا ان الحجر دوت اتفلق نصفين فطبعا كانت حاجة صعبة جدا وهي من هنا بقى بدأت القصة العين فلقت الحجر وبدأت الناس طبعا تقولها وناس كتير متعرفش طبعا يعني سبب المقولة دي او اساس المقولة دي بس هو ده السبب بتاعها انا حقيقة اول مرة اعرف القصة دي انا كنت فاكرة ان هو دايما يعني زي ما بنقول كده العين فلقت الحجر مقولة كده اتقالت زي حاجات كتيرة قوي اتقالت زيها يعني بس فعلا يعني فينا اول مرة اعرف قصة الرسول وابدل الحجر واتفلق يعني طلعت قصة حقيقة طلعت طوستين الحقيقة يعني فلن العين فلقت الحجر بس خلونا نتكلم في الموضوع اكتر وباستفادة اكتر وهنتكلم عن العين والحسد وحاجات كتير قوي عنهم